موسيقى نشأة أخبار السادسة من يو تي في أهلا بكم ارتفعت حصيلة وفيات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 25 ألف حالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قالت إن عدد المتوفين في الولايات المنكوبة بلغ أكثر من 21 ألفا فيما تجاوز عددهم في سوريا 3500 وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث لانتشار الضحايا من تحت الأنقاذ في اليوم السادس على وقوع زلزال بقوة 7.8 دمر أحياء سكنية ومنشئات بشكل واسع في تركيا وسوريا عند مركز الزلزال في كهرمان مراش يأمل المنكوبون هناك بإنقاذ مزيد من الضحايا الأحياء تحت الأنقاذ بعد مرور ستة أيام على وقوع الكارثة موفد يو تي في وقف عاين الفاجعة وأنجز هذا التقرير المعجزة هنا يأمل المنكوبون حدوثه بعد انقضاء ستة أيام على زلزال تركيا المدمر هنا يمر الوقت ثقيلا بطيئا في الأمل لكنه سريع في العمل كهرمان مرعش تكسر قواعد النجاة من الكوارث فبعض العالقين يخرجون وهم على قيد الحياة حتى بعد مرور نحو 130 ساعة على الكارثة أمي لديه طفلان أحدهما خرج وننتظر الآخر بينما خرجت الأم وأعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة أعمال البحث مستمرة وهناك جثث لم نتعرف عليها حتى الآن وننتظر التعرف عليها القصص كثيرة في مسرح الفاجعة والصور لا تستوعب كل التفاصيل يجلس أهالي العالقين أمام المباني المنهارة يفكرون في لحظة أطفأت كل شيء وحولت الحياة إلى مكان يعج بالموت الوضع سيء جدا هناك عديد من الجثث لا يمكن الوصول إليها لا يمكن فعل شيء هذا قدر الله لكننا نأتي يوميا ونبقى حتى الساعة التاسعة مساء على أمل نجاة أحد أقربائنا فقد عشنا هنا لسنوات مرعش الشجاعة كما أحب الأتراك تسميتها انحنت أمام الزلزال وخسرت معظم أطرافها لكن هناك خيط من الأمل يتدلى بعودة الحياة إلى المدينة المنكوبة إلى هذه البقعة التي شهدت كارثة القرن في تركيا هب العالم لإنقاذ عشرات الآلاف من تحت الركام جهود تبدلها فرق من الشرق والغرب لانتشال ما يمكن انتشاله من الأرواح والعثور على مفقودين شغلوا ذويهم بالحزن والحسرة منذ أيام من مدينة كهرمان مرش مصطفى جليل يو تيفي أجرى رئيس الوزراء محمد الشاع السودان اتصالا هتفيا مع رئيس التركي رجل طيب أردوغان قدم فيه التعازي والمواساة بوقوع ضحايا الزلزال وعبر السودان عن تضامن العراق شعبا وحكومة ورئاسات مع الشعب التركي وحكومته إزاء الكارثة الإنسانية مؤكدا استمرار العراق في تسيير الجسر الجوي لنقل المساعدات الطبية والإنسانية ومواد الإغاثة إلى المناطق المنكوبة انطلاقا من روابط الأخوة وحسن الجوار والتأخي بين الشعبين العراقي والتركي ونقل بيان رسمي عن الرئيس التركي تثمينه للمبادرة العراقية مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين أيضا وصف الرئيس التركي رجل طيب أردوغان الزلزال بأنه كارثة القرن بعدما تسبب في دماري على مساحة 500 كيلومتر ومن مركز الزلزال في كهرمان مرعش تحدث أردوغان عن العمل على نقل فرق الإنقاذ إلى المناطق الأشد تضررا هذا الزلزال الموصوف بكارثة القرن تسبب في دماري على مساحة 500 كيلومتر وشعر به سكان منطقة مساحتها نحو ألف كيلومتر ونعمل على نقل الفرق في المنطقة التي انتهت فيها عمال الإنقاذ إلى المناطق الأشد تضررا في كهرمان مرعش وهاتا يؤديما أيضا انتشل فريق البحث والإنقاذ العراقي 14 جثة من ضحايا الزلزال المدمر في تركيا مدية الدفاع المدني العامة ذكرت في بيان أن الفريق استخرج الجثة من تحت ثلاث بنايات منهارة في أحد الولايات المتضررة من الزلزال باستقدام معدات الإنقاذ الثقيلة مشيرا إلى أن الفريق يواصل لليوم الثالث عمليات البحث والتفتيش الدقيق عن الضحايا أيضا وصف مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتين غريفيث الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بأنه أسوأ حدث تشهده المنطقة عبر مائة عام واخلال إفادة صحفية من كهرمان مرعش أشاد غريفيث باستجابة تركيا للكارثة ووصف بأنها استثنائية كاشفا عن عزم الأمم المتحدة توجيه مناشدة لعملية تستمر ثلاثة أشهر في سوريا وتركيا وعبر غريفيث عن أمله بأن تصل المساعدات في سوريا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والمعارضة على حد سوى ما حدث هنا في بؤرة الزلزال في يوم الاثنين كان أسوأ حدث منذ مئة عام في هذه المنطقة الاستجابة كما رأيتم هنا وكما تابعها مشاهدوكم هي أيضا فريدة من نوعها لم يكن هناك أبدا استجابة دولية أو استجابة تركية لكارثة طبيعية كما نرى هنا في هذه الأيام الرهيبة لدينا خطة واضحة غدا أو في يوم التالي لتقديم نداء لعملية مدتها ثلاثة أشهر لإمداد الشعب التركي بالمساعدات الإنسانية وسنقدم بعض المساعدات المماثلة الشعب السوري للمزيد ينضم إلينا من كهرمان مرعشة تركية مفدنا مصطفى جليل مصطفى بداية مرحبا بك مصطفى الصور تبين وتوضح حجم الدمار الذي شهدته هذه المدن لكن هل لا زالت حتى الآن عمليات البحث والإنقاذ جارية هناك؟ نعم علي عمليات البحث مستمرة لكن يبدو أن الفرق الإنقاذ بدأت تعلق العمل بين موقع وآخر وذلك بعد انتهاء عمليات انتشال الجثث وإنقاذ العالقين تحت الإنقاذ مثلا الموقع الذي خلفي انتهى العمل فيه وستبدأ منذ يوم غد عمليات التنظيف وإخلاء من الركام وبعد ذلك سيتم تقييم الضرر وتعويض المتضررين وكذلك الحال بالنسبة لي الكثير من المواقع هنا في كهرمان مرعش الوتيرة تتسارع وطيرة العمل في كهرمان مرعش لتهية الأجواء وإعادة الحياة إلى طبيعتها حتى الآن لا يوجد أي سقف زمني لعودة الحياة إلى هذه المدينة نظرا لضرر الذي تسبب به الزلزال وكذلك هناك الكثير من العقبات منها مصطفى إذا تسمح لي انتهاء العمل في هذه المواقع التي تأثرت بيززا نعم مصطفى هل هناك مدن أو ولايات أتمت بشكل نهائي عمليات البحث هل هناك أيضا مدن أخرى لم يتم التوصل يعني فرق الإنقاذ لم تتوصل إليها نعم على المستوى الرسمي قالت فرق الإنقاذ أنها أنهت العمل في مدينة كليس ومن ثم شأن يرفع ومن المتوقع أن يُعنى لليوم أو غدا انتهاء العمليات البحث في ديار بكر طبعا هذا حتى الآن لكن هناك حديث يدور حول مناطق لم تتمكن فرق الإنقاذ من التوصل إليها نظرا للصعوبة الجغرافية وكذلك الطقس البارد الطقس كما ذكرت في مرات سابقة يؤثر على عمليات الإنقاذ حتى هنا في كهرمان مرش الطقس يعطل عمليات تقديم المساعدة لإيواء النازح لإيواء الساكنين وكذلك عمليات الإنقاذ والإجلاء كذلك شاهدنا الكثير من الشاحنات القادمة إلى هذه المدينة لكن الطقس البارد والأجواء الممطرة تؤثر على سير الشاحنات التي تريد أن تصل إلى هذه المدينة لكن ومع أن الحكومة وأفريق الإنقاذ لم تضع أي سقف زمني لإعادة الحياة إلى كهرمان مرش لكن على ما يبدو من خلال حديثنا مع الكثير من الطواقم يقولون هم تلقوا أوامر بأن يسرع من عملية تهيئة الأجواء في كهرمان مرش لأبدأ بإعادة أعمار المدينة وتعويض المتضررين ويتوقعون أن تستمر المصطفى بمناسبة الحديث عن المتضررين والإجلاء لأكثر من شهر نعم مصطفى بمناسبة الحديث عن المتضررين وإجلاء السكان الموجودين كيف هي بشكل عام أوضاع النازحين أو الذين تم إجلاءهم من هذه المناطق طبعا بشكل عام تركيا خصصت الكثير من الحافلات وطائرات لإجلاء الساكنين حتى ممن لم تتضرر منازلهم بجراء الزلزال ونقلتهم إلى مناطق قريبة من كهرمان مرش وأما في داخل كهرمان مرش هناك مراكز مجهزة بكل الخدمات وحتى هناك جالية عربية من الجنسيات السورية موجودة في هذه المراكز لكن علي دعني أشير إلى نقطة مهمة هو جهود الفريق العراقي قبل قليل تواصلت مع الفريق الإغاثة العراقي الذي يقوم بعمليات إجلاء وكذلك عمليات إنقاذ في تركيا وقال لي المنسق الفريق العراقي أنهم الآن يتواجدون في مدينة أضنى وقاموا بإجلاء الكثير من العوائل العراقي الموجودة في أضنى وسيرسلهم إلى غازي عنتاب هناك توجد المراكز المناسبة وحتى في أضنى وفروا بعض المراكز للجالية العراقية وسنحاول أن نصل للفريق العراقي لتقطة وتوثيق ما يقوم به الفريق الإنقاذ العراقي هنا في تركيا نعم من أحد المدن المدمرة في تركيا كارمان مرعش مصطفى جليل موفدنا إلى هناك شكرا جزيلا لك مصطفى موسيقى موسيقى قال رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني إن عجلة الإصلاح الاقتصادي ماضية إلى الأمام والحكومة ستواجه المهربين والمضاربين المتسببين بالضرر في الاقتصاد العراقي والوضع المعيشي للمواطنين وخلال ترأسه الاجتماع الثالث لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف ناقش مستجدات الوضع الاقتصادي ومتابعة أسعار صرف الدولار وشدد السوداني على أهمية تواصل عقد هذه الاجتماعات من أجل تذليل العقبات أمام القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في تنفيذ برامجها ومشاريعها الاستراتيجية عودت أسعار صرف الدولار ارتفاعها أمام الدينار في الصيرفات حيث تجاوزت حاجز 150 ألف دينار للورقة الوحدة وبحسب شبكة مراسلين فأن سعر بيع العملة في بغداد بلغ 151 ألف دينار للـ 100 دولار فيما سجلت صيرفات البصرة 150 ألفا وسبعمائة وخمسين أما في أربيل فبلغت 153 ألفا ومئة دينار لـ 100 دولار وكان البنجو المركزي عدل سعر الصرف الرسمي إذ بلغ بيعه من المصارف والمؤسسات المالية للمستفيد النهائي 132 ألف دينار للـ 100 دولار أيضاً اتفق البنجو المركزي مع مصرف جيبي مورغان الأمريكي لتسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى الصين وتمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل مباشر وذكر محافظ المركزي علي علاق خلال لقائه نائب رئيس مؤسسة مورغان أن البنجو ملتزم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات مع سائر البنوك الدولية بما يخدم عمل القطاع المصرفي العراقي وتطوره زيارة الوفد العراقي لواشنطن لم يغب عنها ملف سعر الصرف وتأثره بالإجراءات المفروضة من الفيدرال الأمريكي إلا أن بغداد أكدت التزامها بتطبيق معايير الامتثال تستمر مساعي الحكومة الخارجية لاحتواء أزمة سعر الصرف إلى جانب تحركها بإعلان خفض قيمة الدولار أمام الدينار ففي واشنطن أنهى وفد حكومي زيارته برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وكان على رأس الأجندة الملف الاقتصادي والإجراءات المفروضة لمنع التهريب وغسيل الأموال يناقش هذا الموضوع اليوم كل بلد زوره يجب أن يناقش وهي هذه المطلوبة أنه العلاقات من أجل أنه كيفية الحفاظ على الاقتصاد العراقي أكيد ناقش هذا الموضوع وتم ناقشته يعني مصدر مطلع أبلغ يو تي في إن الوفدة العراقية المفاوضة في واشنطن ناقش مع البنك الفيدرالي الأمريكي كيفية تطبيق معايير الامتثال والعمل بالنظام الجديد للتحويل المالي والسعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مضيفا أن الوفدة لم يطلب في اجتماعاته تمديدا للمدة أو تخفيف الإجراءات المتعلقة بأزمة سعر الصرف أكيد العراق أبدأ استعداده فيما يتعلق بتطبيق معايير الامتثال الدولي الحقيقة هذه مصلحتنا نهب الأموال العامة كانت تتم عن طريق نافذة وبالتالي ستغلق هذه البوابة وستخصص فقط للتجارة والتحويلات الاعتيادية هذه الخطوة الأولى التي تدعم خطوة السيد الرئيس الوزراء في محاربة الفساد زيارة الوفد العراقي لم تقتصر على المباحثات بمناقشة سعر الصرف وإنما ركزت على جوانب أخرى تدعم ملف الاقتصاد منها تفعيل اتفاقية التعاون المشترك المتعلقة بتطوير التجارة وإمكانية الاستفادة من الخبرات بما يخص مجال الطاقة وإمكانية تواجد شركات أمريكية للاستثمار في العراق أحمد مؤيد يو تيفي بغداد بشأن نفسه رجح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء فرض إجراءات جديدة لسيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي وفي تصريح للصحيفة الرسمية قال صالح أن المركزي قد يتجه إلى اتخاذ مزيد من الخطوات الهادفة إلى ضبط سعر الصرف مع تحسن معايير الأفصاح للبنوقة التي تطلب عملة أجنبية لتمويل التجارة مبينا أنه سيتم تسهيل تلك الإجراءات بشكل كبير لتؤدي بعد ذلك إلى التطابق السعري قال عضو لجنة المالية نيابية جمال جوكا كوجر عفوا أن تغيير سعر الصرف قد يزيد من عجز الموازنة مع بقاء سعر برميل النفط بحدود 70 دولارا وفي تصريح للصحيفة الرسمية ذكر كوجر أن العجز في الموازنة يزيد على 60 تريليون دينار قبل تغيير سعر الصرف ويتوقع أن يضاف إلى هذا العجز ما لا يقل عن 10 تريليون مؤكدا أن الحكومة أمام خيارين لا ثالثة لهما إما ضغط النفقات والذهاب نحو حذف بعض الفقرات في الموازنة التنفيذية أو الموازنة التشغيلية والاستثمارية أو القبول بارتفاع العجز من 60 إلى نحو 75 تريليون دينار أطلق فريق شبابي جولة بعشرات السيارات من البصرة إلى صلاح الدي لاستكشاف الآثار التاريخية والمعالم الدينية في البلاد والترويج لها أمام السياحة المحلية والأجنبية القصة من محمد قادر في موكب ضم 35 سيارة بألوان وأشكال مختلفة قدم هذا الفريق الآثاري من مدن عدة وحطوا رحالهم في صلاح الدين بعد جولة بدأها من البصرة مرورا بالنجفي وكربلاء وواسطة يخضوا مباركة إن شاء الله نحن مجموعة من التحادة 150 عراق فريق فوردكس من العراق والتحاد رامل العراق جمعنا لنهوض واقع الآثار العراق وتاريخ العريق بداية من محافظة البصرة كان أول تجمع لنا وبعد ذلك في محافظة واسط نجف، كربلة، رمادي وبعد ذلك اتجهنا إلى محافظة السليمانية كانت نتجمع هناك جولة الفريق في صلاح الدين بدأت من ملوية أبو دلف وقصر العاشق والمأذنة الملوية الهدف منها استكشاف آثار المحافظة التاريخية والدينية والترويج لها أمام السياحة المحلية والأجنبية هذه خطوة كلش حلوة وجدت في وقت الناس تتهيئة تخرج السفرة للربيع وفرصة للتعارف بين أبناء المجتمع العراقي من الشمال والجنوب واللي تجمعهم قبل ما يجمعهم القومية أو العرق يجمعهم الوطن طبعاً احنا اتحاد فورت العراق عديد من السيارات بس أهم فقرة بسياراتنا أنه هساً من صار هذا الاتحاد قروبنا دنزور عدة محافظات أهم فقرة بقروبنا أنه زيارة المحافظات والتعرف على الأماكن الدينية والأماكن السياحية ويسعى فريق فورت العراق إلى توسيع قاعدة جولاته خارج البلاد بالوصول إلى السعودية والكويت لفتح جسور سياحية مشتركة بين العراق وعدد من بلدان العرب والخليج عبر التعرف إلى معالمها تاريخية وجعلها مناطق جذب للسياحة في الشرق والغرب من صلاح الدين محمد قادر يو تي في متحف ثقافي متجول في شارع المتنبي يهدف إلى استعادة التراثي ودمجه بالحاضر من خلال عرض صور ومجسمات لماضي العراق متابع في شارع المتنبي وتحديدا في القشلة متحف ثقافي متجول يمثل واحة للإبداع صنعها فنانون بجهودهم الذاتية معارض متنوعة في الرسم والنحت تحاول استعادة ماضي البلاد ودمجه بحاضرها لتكون مرآة لحقبة قاربت على الاندثار ومعرفا للأجيال الجديدة بها هنا الأهوار ركن يحاكي طبيعتها ومجسمات كبيرة لمشعوفها وهنا ركن للسينما القديمة بنفس الآلات القديمة والبكرات الكلاسيكية أما هنا فورش صغيرة لتعليم الهوات والأطفال مختلف الفنون أدعو كل زوار المتنبي وزوار القشلة أن يجبون أحفادهم وأولادهم يوم الجمعة ساعة ساعتين ليتعلموا لنحية الفن الخاطر الرزيم من خلال الورش الموجودة داخل المتحب هذا ركن الفنان صانع المصغرات صادق السعدي المتخصص بكل ما يتعلق بتاريخ العراق المعاصر حيث قام بنحت مجسمات لكل العملات العراقية المعدنية من العصر العباسي حتى آخر عملة في عام 2003 إضافة إلى سيارات كانت منتشرة في الثمانينيات ومصغرات لأهم شوارع البلاد المعروفة أما مجسم باص الخليج فله قصة مختلفة فكرة صناعة مجسم كأس الخليج هو ضمن الحملة الترويجية كأس الخليج يعني بفترة أسابيع شفنا الباص الحقيقي اللي جاب المحافظات أصلا أنا صانع الباص قبل سنتين أو ثلاث سنوات بس كان بغير لون سحبت الباص غيرت الألوان سويت المنصقات إلى أعلام بدنا نعرض بي إحنا كفنانين ندعم كأس الخليج بهذا المجسم تتنوع المعروضات وتتغير أساليبها الفنية لكنها تلتقي عند هدف واحد إظهار الموهبة العراقية ومحاولة استعادة التراث العراقي والحفاظ عليه من النسيان حيدر البدري يو تي في بغداد نهاية النشرة شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة